اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصفات عندنا ودي مهمة جدا بها خدوا بالكم منها لان دي حنشتغل عليها كتير قوي في الدرس دا وناخد بالنا الصفة مؤنس ولا مذكر طبعا هو حطت حرف اوزيا دا جنب الكلمة لو ضفناها ليها يبقى ايه يبقى الكلمة في الحالة دي بقت معنى تعالوا بوصوا معنا على باوار كونتون ديزوردوني ايديو انتليجان جنيال غرمان ايغو خلي بالكم من كلمة ايغو اللي بينتهي بالتلات حروف دول فبشيل حرف الاكس وحط اس او ام باسيان نيرفو شايفين بردو كن نيرفو زي كلمة اييرو اردوني باسيان رومانتيك اللي بينتهي بكو بالتلات حروف دول دايما مذكره زي معناسه وبينتهي بابل قابل وكو المذكر زي المعنى سيربيابل سوسيابل سوريان سامباتيك تختصر لسامبا وتميد بعض حروف القر بقى وصفات افيك بكو بلا لا لا بلا 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 كلام بلا فائدة يعني كم كمان انتر لزوتر مام بارتو بو هنا عندنا ال صن دي كوبين دو باسكت يعني هم اصدقاء من الباسكت في القطع اللي قدامنا بنقولوا جسوي نوفو دا بنوا كاتب الفريد بنوا كاتب الفريد بيقول جسوي نوفو سير فاسبوك انا انا قديد على الفيس بوك جام افوار دي كوبين وعايز احصل على اصدقاء دون طول الموند من كل العالم جمابل بنوا ريبور انا اسمي بنوا ريبور جي دي ستان عندي سبعتاشر سانة جابي تباغي انا باسكو في باري جسوي زيلاف لسي فيكتوروغو انا تلميس في مدرسة فيكتوروغو جم كونتاكتا اوك لجان انا بحب التواصل مع الناس جسوي اردني انا طبعا منظم اي باسيان وصابور جي نسوي بانير انا مش عاصبي جي دي كوبان رابا عندي اصدقاء عرب دون من لسي في مدرستي عالي وسامي عالي اي ديزردني عالي غير منظم اي بافار وسرسار سامي من جبكو يعي سامي بياكل كتير اي لتوسي امباسيان هو ايضا غير صابور شاو بانوا في الاميل ده بنوا بيقدم نفسه ويقدم اصدقائه يبخدنا اخر واحدة بنوا عنده كام سبعتاشر سنة يبقى ديس ساتان عالي ايم لديزردور عالي ما بيحبش النظام عشان عالي ديزردوني فوضوي سامي بيكون طبعا جرمان لانه هو بيحب بياكل كتير ده بالنسبة لسامي ده بارب اتر يا جماعة من الافعال المهمة جدا 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 في مناهجنا على مدى التلات سنين جسوات يا الالين وصان وزات الالصان ده بارب اتر وبستخدمه للوصف وبستخدمه بستخدمه أول حاجة طبعا عشان أقول اسمي أما أقول جسوي ألم بير جسوي محمد جسوي عالي إلى آخره أما أقول صفتي جسوي تميد أنا خاقول أما أقدم حدا أما أقول ستانا ميدو لسي إنه صديق من المدرسة أما أقدم مهنة أما أقول إليه بروفسير جسوي زلاف أنا تلميز أما أقدم جنسية أو أوصف جنسية أو ليلي فرنسيز هي فرنسية إلي إجابسيان هو مصري أما أتكلم عن يوم من أيام الأسبوع وأقول صم لاندي إحنا يوم اللي اتنين يصرف فيرب اتر مع سي حيصرف فيرب اتر مع سي كتصريفه مع إلا يبقى خلي بالك سي أبوستروف بعدها أو أستي سي أبوستروف بعدها أو أستي سي بدون أبوستروف بعدها صن سي بدون أبوستروف بعدها طبعا صن يبقى خد بالك قوي سي بييجي بعدها مفرد سي صن بييجي بعدها جم سي بييجي بعدها مفرد سي صن بييجي بعدها جم ركز قوي في الحتة دي سي أبوستروف أو أستي سي صن دي جمع طبعا تعال نصرف فيرب اتر مع بعض كده خد بالك إن مارين ومورجان وخلي بالك فيه فيديو ازاي انا صرف مع الفاعل بتاع الجملة الفيديو ده حيكون متوفر باذن الله الليلة او بكرة صباحا باذن الله حنوضح فيه ازاي صرف الفاعل مارين دول اتنين يبقى بيساوي ضمير الافيكاس يبقى حاخد بالي من الافيكاس عندنا نو سون بفار احنا سرسريين لسيوي الاجزيا سون جمال طبعا بولو ومارتين طبعا بولو ومارتين زي ما قلنا اسمين فبيساوي هوم طبعا مطيل دي هي اما فو واضحة وجو طبعا واضحة عندنا قدام الاختياري سؤال سهل جدا بالنسبة لنا وحنا جاوبنا عليه وبرضو سؤال التوصيل سؤال سهل جدا عندنا هنا بقى بالنسبة للاختياري اخد بالي انه نو هتاخد صوم ايه لا فيكاس صوم كوبا انا اخترت ايه لا فيكاس ماخترتش ايه لا فيكاس لان الان اتنين دول هما اللي صح عشان كلمة كوبا اصدقاء هنا جمع ايه مذكر طبعا ات حتاخد ات حتاخد مش نو ات حتاخد خلي بالكم تاني يبقى ات حتاخد ايه طبعا اهي هتاخد طبعا هنا قال اخترنا قال لي ما اخترناش ايه لعشان كوبين عشان ايه كوبين كوبين هنا مؤنسة فلا بد اختار المؤنس معا ايه لا فيكاس بتاخد صوم خلاص حفظنا بير بقاتر بقى فيو بتاخد ات يبقى فيو زات سي لقيت ابوستروف روح ل او اس تي على طول ما فيش غيرها كالجور نو حاخد صوم لو الفاعل اتأخر ما فيش مشكلة تقديم الفاعل على الفاعل في السؤال ده ما فيوش مشكلة عندنا يبقى الفاعل هنا متأخر جه بعد الفاعل يعني يبقى قدمنا الفاعل على الفاعل يبقى هاخد هنا صوم جه بتاخد سوية طبعا للمفرد بتاخد او اس تي اللي هي ايه تي يه طبعا بتاخد ايه و سي طب سي هنا ما فيهاش ابوستروف روح لصوم على طول سي صوم نو صوم لا في البنت يبقى بتسوي هي يبقى خدنا ايه ايه اللي هي او اس تي ده تصريف بير بقات وده تصريف سهل وبسيط ونكونو حاضي طبعا هنا الصفات بتؤنس ازاي كلمة بافار و جورمان و سوريو وباسيون و انتليجون بزود او لهم في الاخ طبعا كلمة تيميد و سوسيابل و رومانتيك و احنا قلنا اللي بينتهي بابل و كو على طول مذكرهم زي مؤناس ومعهم كلمة تيميد اما اللي بينتهي ب او عليها اكسون بزود عليها اوز كمان زيادة و اللي بينتهي ب اف بقلب الاف الى في او زي سبورتيف رياضي واكتيف نشيط اما اللي بينتهي ب او في الاخر منتهية ب اكس فبحط بحول ال اكس الى اس او زي كلمة سوريو مكتهد و كلمة نيرو يعني عصبي مش حنانسى طبعا ان بريمير بتحول الى بريمير و دورنيير الاخير بتحول الى دورنيير اما كلمة جونتيل بتحول الى جونتاي و نيل لنيل و نوفال لنوفال طبعا دي مهازب و دي سيء و ده جديد كلمة بو بتبقى بل و نوفو بتبقى نوفال هناخد بنا قوي من الصفات سوباغ و سامبا لا تتغير عند التأنيس و ما انساش طبعا كلمة مارون و اورونج يدول في الالوان طبعا اذا كان الفاعل الجملة مكون من اكتر من اسم اسمين و ما بينهم دو فالصفة بتتبع الاسم الاو يبقى اسمين و ما بينهم دو بشتغل على الاسم الاولاني اسمين و ما بينهم دو بشتغل على الاسم الاولاني سواء في تصريف الفعل او الصفة طب تعالوا نبصوا بقى على الاسئلة علي خلي بالاكو بين اي مؤنس يبقى انتليجونت زكي سارة مؤنس تبقى بافار سيتان جارسون انه ولد طب ولد مذكر يبقى سوريان لا ليه في البنات بتقول نو سوم يبقى نو هنا جامع مؤنس عشان عيد على البنات يبقى اردني مؤنس يعني الاولاد بيقولوا نو سوم احنا بنكون طبعا هاخد المذكر عشان نو هنا عيد على مين على الاولاد علي امونا احنا قلنا اي اسم مشترك فهو جامع مذكر بيسوي الى بيك اس ها تمام يبقى هاخد ايه جامع المذكر جورمان يعني شريهين طبعا جي دي كوبا انا عندي اصدقاء انتليجون طبعا كوبا مذكر فحاخد انتليجون طبعا جامع مذكر مش هروح لجامع المؤنس جي ان كاميرا ده بص الان الاقي ان هنا مؤنس فلا بد اختار صفة مؤنس اه لقيت سوبير وخلي بالكم بقى الاربع صفات ده هم خلي بالكم منهم سوبير وصامبا وارونج ومارون ما بيتقنسوش مؤنسهم زي مذكرة ولو لقيت سوبير وارونج ومارون اختارهم على طول المدرس بيقق دومات مدرس الرياضيات ماله مهزب لطيف كويس بحاخد المذكر عشان اتكلمت عن مذكر واحنا بنقوله لو في اسمين ما بينهم دو يباشتغل على اسم الاولان طيب حنركزوا مع بعض ليه جمو وجمو يعني توقم وتوقم مذكر يبحاخد كلمة بافار جامع المذكر لان الباقي كلهم ما بين مفرد وما بين جامع مؤنس يبقى الوحيدة اللي جامع مذكر كلمة بافار ليه جمال يبقى لابد يكون جامع مؤنس يبقى اخد كلمة ودي طبعا جامع مؤنس دي الوحيدة في الجملة اللي جامع مؤنس مونة واخوها احنا قلنا الجامع المختلط يعامل معاملة جامع المذكر يبقى الى فيك اس تمام يبقى اخترنا جامع مذكر تعالوا ناخد الكاركتير والكوندويت يعني الشخصية والسلوك بتاعها طبعا الشخصيات زي ما هي قدامكم ولسه اريانها مع بعض تعالوا نشوفوا السلوك بتاعهم الاردني المنظم يبقى بينظم اغراضه الرونج سي زفار يعني بينظم اغراضه بينظم اغراضه طيب الديز اردني المي سي زفار بارتو يدعى اشياءه في كل مكان طب السوسيابل عنده اصدقاء كتير عنده الف صديق على الفيس كده الى اخيره علي ايبا فار سرسار يبقى البار اللي بكوه هو يتحدث كثير الين بار ليه هو يحب الحديث وهكذا علي اي تميد علي خجول اني بار ليزوت يعني هو با ايه لا يتحدث الى الاخري وحناخد جملة تانية بيبقى اخدوده حامرة علي ايه سمباتيك زريف يبقى هو لطيف مع الناس اله انتليجن يبقى بيفهم بسرعة الكمبران فيت علي ايه غرمان يبقى المنجي بكوه بيأكل كتير عشان شارعه طب السيرويابل علي ايه سيرويابل بيقدم خدمات طيب تعالوا نبصوا هنا كده طبعا هو بيقول لي بيأكل كتير بقولنا جورمان طب بير بيكون بيتحدث كثيرا قلنا بافار مارتين لا تتحدث الى الاخرين انت بقى تيميد طبعا انا بقول معزرة عشان الصوت لاني انا عندي شوية مشاكل في الكحة والصوت والحاجات دي وبتابعوا الموضوع يعني بتتصل بالناس يبقى هي سوسيابل اجتماعية طب دانيال بيفهم كتير يبقى انتليجون زاكي سوفي بقى بترتب غرفتها يبقى اردوني وانا محافظ اوي على حتة المؤنس يبقى مؤنس ومذكر مذكر عندي ريبور طبعا ما بيرتبش اغراضه ويبقى ديزوردوني اما مونة بتقدم خدمات فهي سيرفيابل طبعا ما تنسوش طبعا كلمة كومون معناها كيفة واخنا خدناها قبل كده بتسأل عن الاسم وخدناها قبل كده بتسأل عن الحال كومون تيطب ايه الماء اسم وكومون سعبا يعني كيف حال حناخدها النهاردة مضاف اليها فيرب اتر زاق الضمير او اسم شخص يبقى بتسأل عن الطباع وبتسأل عن السمات الشخصية اما اقول كومون يعالي كيفة يكون عالي إلي بافار يبقى ملاقي صفة قبلها فيرب اتر يبقى حسأل بكومون كومون سانتال كيفة يكونوا هم بيكونوا انتليجون اسكياء يبقى خلاص صفة قبلها فيرب اتر حسأل بكومون يبقى كومون هنا معاها فيرب اتر وممكن معاها فيرب اتر لسؤال عن الحال وممكن معاها فيرب سابله لسؤال عن الايه عن الاسم طب كومو ايه تونكوبا طبعا هنا انا مصرف ع كلمة تونكوبا وتونكوبا بتساوي هو يبقى هنا حصرف ايه اس تي ما نساش بقى هنا طبعا كياسة صي علي طبعا صي علي عاقلي بحسل بكي ليمن كومو ليجارسون كومو سون طبعا ما تنساش ده ما قلن لو ما لقيتش الفاعل قبل الفاعل يبقى هو بعده طبعا بص للفاعل هنا ليجارسون يبقى بيساوي يبقى تصريف صح صح طب اللي بعدها طب ما هنا صف ها هي بقى حسل بكومو جاري على طول فو ها فو زات طبعا عايز تصريف اتر مع كومو طيب اه ليه سامبا ليه خدنا سامبا بقى ها عشان دي اه تيمد دي جامع دي مذكر ودي جامع يبقى ما فيش الا سامبا لان انا عارف ان السامبا لا تتغير من المذاكرة للمؤنس هي سابتة كومون ايه كيف يكون جارة تعالوا بصوا لسؤال التوصيل ده وبصوله سريعا كده وانا عامله قدامكم واحة لاحظ كويس قوي ان من السؤال تي انا حجاوب لو 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 ده مذاكرة يبقى حجاوب بقيل لو طامير والدتك مؤنس يبقى حجاوب بقال زوية وليا دول بنتين يبقى صفحة لبعد كده بقى صفحة اربعة وتسعين دي عبارة عن المواقف وطبع لابد اراها بيجي الدية وبعناية كواس جدا عشان انا بعارف المعاني بتاعتها ايه لاني مهم جدا ان انا اعرف الحاجات دي الايميل والموضوع من الحاجات اللي انا بقول لكل الطلبة سواء سانوي عام او ازهر اروها واروها بعناية احنا مش عارفين المعاصفات اللي امتحان كل شوية بتتغير هو صحيح بالنسبة للسانوي معلوش ايميل ولا موضوع اه برضو الصفحة اللي بعدهم صفحة خمسة وتسعين حنبوصل خمسة صفحة خمسة وتسعين ونقرأ المواضيع دي كويس مهم جدا ان انا اتضرب على الاراية واتضرب على الترجمة لان ده شيء مهم جدا عند ايه وطبيعي الحاجات اللي احنا لسه قلين عليها دي هي اللي حتقدمني خدمة كويسة جدا في اه في ترجمة القطع دي بونجور ليفيا جو مابيل سارا ناسمي سارا عندي 17 سنة بس كون في مارساليا جيسوي اوليسي فيكتورو جو انا في مدرسة فيكتورو جو دفاي للبنات جيسوي اردني انا منظمة انتليجونت وزكية مونبير سابيل سامير والدي سامير هو عصب شوية مامير فريدة بتكون بشوشة واكتماعية هي عندها كارونتو تروازان يعني اربعة وتلاتين تلاتة وربعين سنة اوليسي في المدرسة اه ميكا ميغاد اصدقائي سون سامبا اميبغو في سغسي ومدرسيني ايضا سارا بتحب كتير طبعا لوردر النظام اصدقاء سارا بيكونوا زورفاء ومدام فريدة عندها كارونتو تروازان اربعة وتلاتين سنة وميسيو سامير عصب شوي يبقى نيرفو في القطع اللي بعد كده القطع دي مش مطابقة للأسئلة عن ده اه سالي اليسا ساوا عامل ايه اه جوردوين نهارده جي تبريزان تما كوبين دو تينيس انا حقدم لك صديقتي في التينيس الي جاليا فينسان هي هي بتكون اسمها جاليا فينسان الي سيزان عندها ستتاشر سانة اه 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 او لسي هي بتكون في المدرسة السانة ويسان تلوي القدس ويس ابا غيف ابا ليه سلام سان لسي هيا بتحب مدرساتها اسيب غوفسر ومدرسينها اللي سوسيابلي اجتماعية اردني منظمة اسوريانت سان بيتي فرير سابل دانيال اخوة صغير اسمو دانيال اللي اردني دي زردني هو مش منظم ونيرفو عصبي اتوا ونتي كالسان لكاركتر دو تي كوبين ما سمات صديقاتك لو فرير دو جاليا بيكون دي زردني غير منظم طبعا وعصبي فحن اختارنا دي زردني اولي سي في المدرسة السانوية لبروفوسر دو جاليا سان 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 با مدرسين جاليا بيكونو اسالو طفا جاليا و جابريال سان دي كوبين دو كلوب اصدقاء من نادي عشان هما اصدقاء من الاي من التنس بعدها طبعا اليسا اي لاميدو جابريال يعني اليس صديقه جابريال في القطع اللي بعد كده اليسا بيتقولتا شامبر بيان رنجي غرفتك مرتبة جدا كي سي سي سغ لفوتو من اللي على الصورة دي اللي تلاسي ما كوبين دو باسكت صديقتي من الباسكت كمو سابلتال ما اسمها السابل إليز ريبو روبير هي اسمها إليز روبير اهلي كومان عاملة اي شكلها اي يعني الي سو سيابلها اجتماعية ونشيطة وغورماندة واكولة ستوسي ما كامي غادو كلاس دي صديقتي كمان في الفاس وعندها سبعتاشر سنة كم توازي طبعا احنا بنسمع الحوار دا فين دا شيء الليسيا إليز ومانان بيكونوا صديقتين من النادي بور مانان إليز عندها صديقات كسير آآ أليسيا وإليز بيكونوا عندهم يعني سبعتاشر سنة في القطعة البعض كدا بتقول لنا لينانا كي يشبك سيلونات نوار من البندارات سامرة دا اللي تلاسي سارة دي سارة صديقة من الباسكت اللي كومان تاكو بين صديقتك عاملة اي اللي تلاها ليسامبا لطيفة يصوريونتوا بشوشة ماي سيتيان في غورماندوا لكن دي بنت اي اكولة مو اوسي وانا كمان جمانجو ترو وانا باكل كتير جدا تيكم ماسر انتي عاملة زي اختي مايا تيميد خاجولة اردني ومنظمة كالسان لكاليتي دو طامير مادام السيلية ما المميزات او ما الاصفات الجيدة في والداتي قالت لها هي خدومة اجتماعية طبعا كلمتنا الدارة اليونيد دي جامع مؤنس وخدوا بالكم منها لانا بتكون جورموند طبعا بتكون اكولة اختي لانا بتسمى مايا سارا وانينا بيلعبوا باسكت طبعا فصحة وغلط مايا ما بتحبش النظام غلط وسارا بتاكل كتير ده صح طبعا ومدام سيلية بتحب بتساعد الناس لانها خدومة طبعا في الجملة دي صحية هلاخد المواقف تيدي ماندا توم بروفسي انت بتطلب من مدرسك عن عمره فبتقول له كيلا جا فيفو مع عمرك بتتحدث عن مميزاتك فبتقول جي سويس وصياب لانا اجتماعي الباقي كله دي تعتبر دفوع يعني صديقك بيفهم بسرعة كاسكتي دي حتقول له ايه حتقول عليه ايه بتقول عليه الانتليجانت يعني ها بيكون زكي علي صان فرير علي واخوه عندهم سبعتاشر ستتاشر سانة حتقول هما طبعا بيكونوا توأم هما بيكونوا توأم اه طونامي صديقك ايتميد بيكون خدول كاسكتي دي حتقول ايه طبعا حتقول هما ما بيكلمش الاخرين اللي ني باغل او زوترا اه بعدها تي بارل دو كاركتر دو تي كوبان انت بتكلم عن مميزات او سيمات اصدقائك فبتقول ايه لسان باوار هما رقايين يعني فرقم سبعة تي بارل دو تي دي فون تبتتحدث عن عيوبك لابد تكون حاجة مش كويسة زي جي سوي باوار انا بكون سرسار اه طونامي صديقك نيم بالوردر صديقك ما بيحبش النزام فطبعا هو اليه دي زردني هو غير منظم اه تي ايدلوجن انت بتساعد الناس فبتقول جي سوي سربيابلا انا خدوم اه طونامي صديقك ابو كودامي عندو اصدقاء كتير فبتقول طبعا اليه سوسيابلا اكتماعي تي دي كري انت تصف شخصيتك فبتقول جي سوي سوسيابلا اكتماعي جي سوي سوسياب تي دي ماند انت تسأل صديقك عن سيماته كسك دي دي ماذا انت تقول فحتقول له كالسان تي كاركتير ما سيماتك الشخصية طونامي صديقك يتحدث كثيرا فانت بتقول هو سرسار الي باوار في رقم 14 تيني بار لباوزوترا انت لا تتحدث الى الاخرين فبتقول جي سوي تميدا يعني انا خيقول فرقم 15 هنا تاسي غرانج سي زفار اختك بترتب اغراضها كاسك تي دي فبتقول اليه اردني هي منظمة اليه اردني يعني هي بعد كده تي بار لدي تي كاركتير انت تتحدث عن مميزاتك للمميزات مدرسك فبتقول اليه سوريان اي سوسيابل طبعا بختار مميزات وصفات للشخصية تي بار لدي تي كالي تي انت تتحدث عن مميزاتك فبتقول جي سوي سوريان مش هتنفع عن باسيان لاني دي بتعتبر عيو تي دي كري انت تصف لو كاركتير دو تنامي دولوسي عن مميزات او ميزة صديقك في المدرسة فبتقول اليه سوريان بعد كده تنامي صديقك رونج نيرونج باسي زافر لا يرتب اغراده كاسكتي دي ماذا انت تقول فاليه اه اصدقائك في صديقك اه صديقك لا يرتب اغراده فانت بتقول اليه ديزوردوني او هو بيحب الفوضى ايو اليه ايلم لو اه ديزوردور يعني هو بيحب الفوضى بعد كده في رقم عشرين صديقك بيرتب لا يرتب اغراده فهو بيحب الفوضى اللي بعد كده رقم واحد وعشرين تيني فابا بيا انت لست على ما يرام فبتقول باتري بيا انت تسأل صديقك عن عيوبه فهو هيقول جيسويني رفو انا عصبي انت تصف شخصية صديقتك في الجودو فبتقول هي بتكون سوريانت طبعا اللي هي بشوشة او بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الاولى اه ناخده النهاردة مكتوب سي وبعدين كوبان كوبا جامعي باخد صان وحنا اتفقنا سي بعدها صان سي ابو سروب بعدها او اس تي اللي هي ايه اللي كوبان دو توم اتفقنا ان ما يكون في اسمين مع بعض ما بينهم دو يبقى حشتغل على الاسم الاولاني يبقى طبعا اللي كوبان بتساوي دمير الى فيك اس ها فحنختار طبعا صان كامي وتيو اسمين مع بعض واحد منهم مؤنس واحد مذاكر يبقى بيعاملوا جامع المذاكر يبقى بساوي برضو الى فيك اس يبقى حناخد صان موا انا يبقى جسوي واضحة قدامي فو زت طبعا واضحة قدامي فو زت لكوبين دو مونا نفس الجملة اللي خدناها قبل كده يبقى صان بعدها سي سي ابو سروب اختار او اس تي في التمرين اللي بعد كده حول من مؤنس من مذاكر الى مؤنس التمرين متجاوب عليها هو وتمام بالنسبة لنا وكلنا بقى حفظنا الصفات اللي عندنا وحفظنا كويس او لكوبين دو جوليا صان اردني طبعا لان هنا كوبين صديقات في جامع مؤنس لابد اختار جامع مؤنس ستين امي مؤنس اختارت تيميد لان دي جامع دي مذكر دي مذكر او جامع طيب اجي دي كوبين انا عندي اصدقاء هم بيكونوا بافار اختارت بافار لان هنا دي جامع مؤنس اما هنا دي مفرد ودي مؤنس مفرد ميسيو فو زت خلي بالكم اما بيعندي فو في الجملة وعيد على كلمة ميسيو فيبقى هنا فو بتعمل معامل التقى المفرد المذكر يبقى اخد جربان تاني فو لو قبلها كلمة ميسيو او قبلها دا اللي عليها وده صيغة احترام يبقى في الحالة دي ما بحطش اس للصفة على اساس ان فو بتسوي هو لانها عيدة على اسم مذكر اللي هي كلمة ميسيو طبعا هنا سيتام في انها بنت هختار كلمة سوريونت عشان هنا بنت طبعا مؤنس سيمونا كاميراد مؤنس برضو هختار باسيونت اللي هي صبورة علي اموا نو سوم بافار طبعا نو هنا عيدة على جامع مذكر تبقى بافار جامع مذكر يبقى حستبعد كلمة بافار جامع المؤنس مدام فو هنا فو لو عيدة على مفرد والمفرد ده مؤنس اللي هي كلمة مدام يبقى فو تعامل معاملة ايه المفرد المؤنس يبقى تعامل معاملة هي عشان عيدة على مدام يبقى حاخد كلمة ايه آه لطيفة لابروفسير مؤنس طبعا هه يبقى اخد سوريونتا هنا مؤنس مدرسة رياضية علي بيكون نرفو طبعا نرفو اللي فيه اكس في الآخر ينفع مفرد مذكر وجامع هنا مؤنس مؤنس جامع مؤنس علي وسامي اتنين مع بعض طبعا جموع عشان جمعي مذكر سي مفيش ابوسترو فخدسان مدرس تي خلي بالك اني اما لابد اختر حاجة مؤنس في اخرها او سي وبعدين إليف بافارد إليف تنفع مذكر ومؤنس بس كلمة بافارد الصفة بتاعت كلمة إليف سرسارة فعرفتني ان ده مؤنس لكده اخترت اين تي 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 بريزونت طبعا هنا او اس مع تي مفيش او اس هنا خالص فاخترتها على هزا الاسال يبقى خدنا سي سي ابوستروف عشان بعدها او اس ستي سي من غير ابوستروف لو بعدها صن حفظوها با الجملة اللي بعدها نيكولا نيكولا دا اسم ولد كوباء هون خدت سي لانه مفرد سي اشتغل على كلمة جمع مذاكر يبقى بيسوي الى فيك اس يبقى صن او الضمير اتاخر الفاعل اتاخر يبقى اخد حاجة فيها اوزا عشان التصريف مع الضمير ايفو ميكوبين صديقاتي بيكونوا طبعا هاختر جامع مؤنس البنت تسمى طبعا البنت بتسوي الضمير هيا لان اي اس مؤنس بيسوي هيا يبقى صبيل الاخير طبعا هنعرفين كلمة صنبا ومتتقنس ولا كلمة سوبير سارة وفاطمة عندهم بيكونوا كوبين صديقات هنا في الاجابة يبقى صفة يبقى على طول اسأل بكمو ان ويليو ده مذكر ومؤنس يبقى بيسوي الى فيك اس يبقى حناخد صن مونة وناديا صن ديزيلاف طبعا كلمة الاف هنا تعتبر مؤنس عشان عيدة على مونة وإيه وناديا لكده اخدنا انتليجون تأ فاخيرها او اس جمع مؤنسة سي جولي فده سؤال عن عاقل يبقى كي ساي كي ساي من هازا مادام مونة بتكون طبعا احنا عارفين ان مادام مونة بتكون مؤنس يبقى بيالجميلة احنا قلنا صن تصبق بساي ساي صن دي كوبين بيجي بعدها جام اللي بعدها سريوس حناخد قل عشان كلمة سريوس هنا مؤنس جدة او مكتهدة طبعا اصدقاء جان يبقى انا حشتغل على كلمة اصدقاء هنا بتسوي الى فيك اس هم يبقى بتسوي صن يبقى حاخد صن تصريب فيربات مونة وعالي بيكونوا جمو طبعا توأم يعني مونة وعالي هنا تعمل معامل الجامع المذكري الاولاد بيسموا كذا وكذا يبقى صابيل عاخرها هو النتي عشان الاولاد بتسوي هم مونة وفريدة بيكونوا مونة وفريدة جامع مؤنس يبقى اخد جمال توأم لكوباندو فريدة اصدقاء فريدة طبعا هنا جامع مذكري يبقى جمو سوسيابل مسبوقة بقاتري يبقى صفة مسبوقة بقاتري روح لكمو على طول صفة مسبوقة بقاتري اللي بعدها طبعا مونة وزان دو كارتير ما فيش فعل خالص في الجملة يبقى اخد لان سوسيابل مونة وزان دو كارتير لان سوسيابل بيجي بعدها جامع ال دي بيجي بعدها مؤنس ال دي بيجي بعدها جامع مذكري وهنا وزان مذكري طيب بعدها خلي بالكم ان كلمة ايديوت مؤنسة يبقى لابد اختار الجامع مؤنس سي ما كاميراد دي صديقتي طبعا هاختار لعشان ما كاميراد هنا مؤنس لو بصينا الفاعل هنا حلقوها تيزامي جامع وبيسود ضمير الى فيك اس فحناخد اخيرها اللي بعدها رد في الاجابة يبقى صفة مسبوقة بقاتري بشتغل على كومو اللي يا كيف علي وانا اي اسمه وموا يبقى بيسود ضمين نو يبقى حناخد التصريف معنو سوم كومو بعدها تيو ليو اسمين مع بعض يبقى بيسوي هوم يبقى اخد سوم لي كوبين دي زوي طبعا كوبين دي جامع مؤنس فحناخد كلمة اكتيف ادور على الجامع اللي اخرها او اس سي مونة اين كاميراد لان الكاميراد تنفع مذكر ومؤنس فاللي بيين لي الموضوع مونة طبعا علي ومونة بيكونوا سوسيابل لان الصفات اللي اخرها قابل فمذكرها زي مؤنسها ومحطوط اس عشان هي جامل فوزت طبعا فوزت سوريون تاكيب تيكوبين تيكوبين هنا معناها صديقاتك ودي جامع مؤنس يبقى لابد اخد ال عشان اللي هي العيدة عليه اسم بيكون او اسم الاول بيكون حاخد اسم دي بيتساوي الضمير هو ماشي اه مش هتنفع طبعا صابل ولا هتنفع صابل بيسمى جان اسمي بيسمى جان مش هتنفع مدام فوزت طبعا مدام احنا اتفقنا قبل كده طالما عايدة على مؤنس بتعامل معاملة المفرد المؤنس يبقى احنا اخد بعض اللي بعدها طبعا متصرفة مع هي يبقى لابد اخد التصرف الصحيح هنا قلنا مع بعض قبل كده ان ضميرين ورا بعض بشتغل على ضمير الايه الاولاني حناخد مع بعض بيكونوا طبعا جامع مؤنس بحاخد باسيونت صابورات جيمل فرانسي انا بحب الفرانساوي وانت ما يقول مدام يقول وحضرتك لفي البنات بتساوي لجامع المؤنس بحناخد صابل اخيرها وده تصريب فربي صابل صح مع عندنا هنا بقى سي اه ستان بي دي اه هنا عشان سي فلابد اللي بعدها يبقى مفرد يبقى خدنا اين لكن سي صون خدنا دي لان بي دي اختصار لكلمة بوند دي سيني اللي هي قصص مصورة والاختصار ينفع مفرد وجامع هنا زي احنا ما درسناه مع بعض مواسي نبيل ولا تواصي نبيل حاختار طوال اني ده سؤال طبعا طبعا اللي بعدها لاني مش حاسق النفسي صون جيمال طبعا جيمال دي جامع مؤنس يبختار ايه اللي معاه سيتين كاميرا دي بختار نوفال عشان نوفال هنا مؤنس طبعا فهاختار طبعا ايه ايه اللي بحرفت لها مؤنس ان مسبوقة بان هي يبقى خدوا بان اسيتين نوفال بقالوا اسيتين نوفو نوفو يعني جديد عشان كلمة كوبا هنا مزاكر واللي عرفت لانه مزاكر طبعا لكن وكلمة كوبا انا حافظتها لانها مزاكر جيدي كوبان عندي اصدقاء لان طبعا كلمة كوبان هنا جمع مذكر كومان وبعدين لان هنا بعدها كلمة ليه كاركتير وليه كاركتير يعني يعني السمات او الشخصيات ودي طبعا جمع مذكر وبتسوي ايه لفيكاس علي وطوا اي اسم زي طوا بيسوي بحيبه بوزاتي بختار ايه التصريف الصحيحة بتاعك عندنا طوا تييد لوجان انت بتساعد الناس سيمونا ان نوفال كاميراد او نوفال طبعا هنا مؤنس عشان مون وعشان ان كومان حاخد طبعا اللي هي لسؤال عن السمات او الشخصيات عشان هنا ايه ساق اه جاوب باسم اللي بعدها كال جمع مؤنس عشان كلمة كالتي طبعا هنا يعني ايه السمات او المميزة ستان نوفال خدنا هنا نوفال بل واحدة عشان بعدها اسم مذكر مبدوء بحرف متحار اسم مذكر مبدوء بحرف متحار سي وبعدها كاميراد انتليجون تأخرها او فلا بد اختار اين طبعا وتكون واضحة قدامي وجزء اللي بعد كده ده عبارة عن ترتيب وده خاص بالازهر وطلبة الازهر المميزين الشاطرين طبعا ياخدوا بالهم من الحاجات دي ويجاوبوا الايميل والموضوع بشكركم جدا على متابعة الفيديو واتمنى ان انتوا تكونوا سعداء في حياتكم ويا رب تحققها كل اللي بتتمنوه وما تنسوش دعمكم للقناة اشترككم فيها يهمنا جدا ويسعدنا بالاضافة طبعا لتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وبقول لكم مرسي بورو ألا بروشان فوا Au revoir